موسيقى منتصف ليل عبر شاشة ليبيا لكل الاحرار والبداية بالعناوين شورى مجاهدي درنا يعلن القبض على القيادي فيما يعرف بتنظيم الدولة مراد سبع في اشتباكات بحي شعبية غازي ويؤكد مقتل أحد عنصره وإصابة آخر في العملية اتفاق هدنة بين قبيلتي زوية والتبو في الكفرة يقضي بوقف إطلاق النار وفتح المطار بعد تأمينه من قبل قوة محايدة من خارج الكفرة موسيقى عدد من أعضاء مجلس نواب يرفضون نتائج الحوار السياسي ويؤكدون أنهم لن يفتلوا قوة عملية الكرامة ومجلس النواب يؤجل التصويت على حكومة الوفاق إلى الأسبوع المقبل موسيقى أهلا بكم أكد المكتب الإعلامي لشورى مجاهدي درنة مقتل أحد عنصره وإصابة آخر أثناء محاولة القبض على القيدي فيما يعرف بتنظيم الدولة مراد السبع في اشتباكات بحي شعبية غازي صباح ثلاثاء وأضاف المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المجلس تمكن بعد اشتباكات عنيفة من القبض على السبع المتهم بالعديد من عمليات القتل واقتياده إلى السجن بحسب المصدر وأفاد المكتب الإعلامي لشورى مجاهدي درنة بأن عناصر المجلس تصدوا لمحاولة التفاف لعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة بمحور الساحل مشيرا إلى عدم وقوع خسائر تذكر في جانب قوة مجلس شورى مجاهدي درنة من جهة أخرى أفاد مصدر من مجلس شورى مجاهدي درنة أن سبع من أبرز قيادي التنظيم في المدينة وقد سبق وأن حاول التفاوض مع مجلس الشورى لتسليم نفسه إلا أن شروطه قوبلت بالرفض ويتهم السبع بعدد من جرائم القتل والسطو والسرقة كما قام العام الماضي بقتل مواطن أمام الملأ قبالة مصرف الجمهورية إلى بنغازي حيث قال الناطق باسم رئاسة أركان سلاح الجو التابع لمجلس النواب ناصر الحاسي إن قواتهم نفذت ثلاثا طلعتين جويتين استهدفتا مواقع في منطقة سفرج وأوضح الحاسي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن أحد الطلعات استهدفت تجمعا لمجموعات وصفها الحاسي بالإرهابية فيما استهدفت أخرى آليات تابعة للمجموعات نفسها بحسب قوله مؤكدا اندلاع الاشتباكات في أغلب المحاور وتحقيق تقدم في البعض الآخر استنكرت رئاسة الأركان العامة التابعة للمؤتمر الوطني العام اعتداء أفراد البحث الجنائي ببنغازي على منزل الشهيد الدرديري الحضيري واعتقال ابنته الناشطة على صفحات التواصل الاجتماعي بحسب تأكيدها وأوضحت رئاسة الأركان في بيان لها أن هذا العمل يعتبر تعد على حرية الرأي والتعبير مؤكدا أن المستهدف من عمليات الكرامة هم الثوار الذين ساهموا في إسقاط نظام القذافي وفق نص البيان ووصفت رئاسة الأركان في بيانها هذه الأعمال بأنها إجرامية وبأنها محاولة لإعادة البلاد إلى زمن الطغيان والاستبداد داعية جميع الثوار إلى التلاحم والتصدي لهذه المخططات وكان نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي قد تداول تسجيلا مصورا يظهر قيام البحث الجنائي ببنغازي بهدم قراج خاص بركن السيارات تعود ملكيته لعائلة الشهيد الدرغيري الحضيري من جانبه ذكر قسم البحث الجنائي بنغازي أن عملية هدم القراج التي تمت بمنطقة الكيش في بنغازي جاءت نتيجة بنائه بشكل مخالف وأوضح قسم البحث الجنائي بنغازي على صفحة رسمية أن أفراد القسم لم يعتدوا على أي من فتيات آل الدرغيري الحضيري أو منزلهم الكائن بالمنطقة حسب قولهم أفاد عضو منطقة الشورى الإدارية بالكفرة محمد سيديان مشايخ قبيلة التبو وقعوا على اتفاق الهدنة بينهم وبين قبيلة الزوية تحت رعاية وفد المصالحة من قبيلة المغاربة وأعيان المنطقة الشرقية وأضف سيدي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قبيلة التبو وافقت على وقف إطلاق النار وفتح الطرق من أجل إدخال المساعدات الطبية والسلع الغذائية وفتح مطار الكفرة بعد تأمينه وبوابة السد الشمالية من قبل قوة محايدة من خارج المدينة وأشار سيدي إلى أنه قد تم تشكيل لجنة من ستة أعضاء من قبيلة الزوية وستة آخرين من قبيلة التبو من أجل مراقبة وقف إطلاق النار في المدينة من جانبه أكد مدير المكتب الإعلامي لبلد الكفرة عبدالله سليمان توقيع قبيلة الزوية على مسودة اتفاق الهدنة والتي قدمها وفد المصالحة مساء الاثنين وأوضح سليمان لقناة ليبيا لكل الأحرار أن اتفاق الهدنة ينص على وقف إطلاق النار داخل المدينة وإطلاق سراح المخطفين من الطرفين وفتح الطريق الواصل بين الكفرة وجاله للسماح بدخول شاحنات الوقود والغاز والمواد الغذائية وإعادة فتح مطار الكفرة بهدف نقل الجرحة وأشار سليمان إلى أن تنفيذ النقاط التي جاءت في الاتفاقية سيتم مباشرة بعد توقيع قبيلة التبع عليها حسب قوله من جهاته أوضح رئيس المجلس البلدي لمدينة الكفرة مفتاح بوخليل أن خطوات إعادة الحياة للمدينة بدأت فعليا مشيرا إلى أن الهدوء يسود كامل المدينة الأوضاع الميزانية هدوء طبعا الآن يسود المنطقة وإن شاء الله يستمر وإن شاء الله تنجح المساعي باستمرار الهدنة بشكل دائم وحدوث حالة الاستقرار التي ينشدها كل الناس في بلدي الكفرة فيما قال مدير منطقة الشورى الإدارية محمد سدين الاتفاق بين قبيلتي التبو والزوية دخل حيز تنفيذ أمس الثلاثاء مضحا أنه سيتم رفع الغطاء الاجتماعي عن أي شخص يقوم بخرق الهدنة الزمنات الحقيقية هي الاتفاقية في الاتفاق في الاتفاق العدنة والاستمرار في إجراء الخطفيق والإجراء هي عملية الوفاق بين الطرفين خلال متابعة الوفاة القادمة منطقة الشرقية وفاة طريقة المغاربة في سياق ذي صلة قال مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها إن الاقتتال الحاصل في الجنوب يهدف إلى تمزيق النسيج الاجتماعي وإدخال البلاد في أزمات عن طريق تجار الحروب وأشخاص مندسين داعيا قبائل مدينة الكفرة والجنوب إلى تغليب الحكمة والعقل وأكد شورى المجاهدين في بيان الله على ضرورة توحيد الصفي بين قبائل التب والزوية لمحاربة قوات حفتر وعصابات المخدرات وبقايا النظام السابق وتنظيم داعش وحركة العدل والمساواة وغيرها من القوى المفسدة بحسب نص البيان وطلب شورى مجاهدي درنة جميع شرائح ليبيا بالسعي الجادي لتكوين لجنة صلح موحدة بين جميع أطراف النزاع في منطقة الجنوب وفي سبها أكد مركز شرطة سبها رجوع آمر الشرطة القضائية عبد الناصر العرابي بعد خطفه الاثنين وهو في طريقه لمدينة سبها قادما من الشاطئ وأوضح المركز على صفحته الرسمية أن العرابي لم يفسح عن هوية خاطفيه أو أسباب خطفه وهو ما حصل مع وكيل وزارة الدفاع بالمنطقة الجنوبية الطاهر شبعان سابقا عندما رفض الإفصاح عن واقعة الخطف حسب قولهم وأشار مركز شرطة سبها إلى أن 123 شخصا أخططفوا هذا العام في المدينة مؤكدا مقتل 13 شخصا منهم والإفراج عن 76 آخرين بعدما دفعوا مبالغ مالية لخاطفيهم وفي سبها أيضا أفاد عضو المجلس الاجتماعي لحي الجديد أبو القاسم الناجمي باستمرار إغلاق مدارس الحي إلى حين إخلاء مبنى المركز البيطري من المجموعة التي استولت عليه وأضف الناجمي أن قرار إغلاق خمس مدارس بالحي اتخذ من أجل المحافظة على سلامة الطلاب والمعلمين ومنع تحول الحي إلى منطقة نزاع بين المجموعات المسلحة وشدد الناجمي على رفضه لتصريحات مدير الشؤون المالية والإدارية في مكتب التربية والتعليم بسبها الذي هدد باتخاذ إجراءات صارمة بحق مديري المدارس المغلقة في منطقة الجديد والمعلمين المتغيبين عن العمل محملا إياه مسؤولية أي ضرر يطال الطلاب في حال بقاء هذه المجموعة بحسب وصفه أرجعت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بحكومة الإنقاذ الوطني أسباب زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي وطرح الأحمال بالمنطقتين الجنوبية والغربية أرجعتها إلى توقف امدادات محطة توليد الزاوية بالغاز وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية أن توقف امدادات محطة توليد الزاوية بالغاز أدى إلى فقد حوالي 600 ميجاوات من الشبكة العامة مما اضطر الوزارة إلى طرح الأحمال حفاظا على الشبكة وأشارت الوزارة إلى أن محطة تحويل أبو نجيم تعرضت يوم السبت الفائت لتماس كهربائي مما أدى إلى توقف خط نقل الجفرى سبها وأصبحت المنطقة الجنوبية تتغذى من مصدر واحد وهو دائرة النهر في الشأن السياسي أكد عدد من أعضاء مجلس النواب في بيان صحفية مساء أمس رفضهم لنتائج الحوار السياسي ومقترحات حكومة الوفاق الوطني مضيحين أن نتائج شابها عديد الخروقات وأضاف النواب في بيانهم أن من بين المخالفات إضافة نائب ثالث لرئيس الوزراء وتكليف أشخاص لهم علاقة بالإرهاب بحسب وصفهم فضلا عن اختيار بعض المشاركين في الحوار السياسي كوزراء في الحكومة المقترحة مشيرين إلى أنهم لن يرضوا بتمرير هذه القرارات التي تصل لدرجة البطلان وفق تعبيرهم وشدد النواب في بيانهم على تمسكهم بالمسودة التي تم توقيعها بالأحرف الأولى منوهين إلى أنهم لن يخذلوا قوات عملية الكرامة أجل مجلس نواب مساء أمس للمرة الثانية جلسته التي خصصت لمناقشة تشكيلة حكومة التوافق الوطني وإعلان موقف المجلس الرسمي إلى الأسبوع المقبل وكان المجلس قد علق الاثنين جلسة خصصت أيضا لمناقشة مقترح تشكيل حكومة التوافق بعد أن انحصرت المناقشات داخل المجلس بين مجموعة تؤيد الموافقة على التشكيلة المقترحة مع التحفظ على مقترح النائب الثالث وأخرى تدعو إلى رفضها وعدم التغاضي عن ما أسموه الخروقات الكبيرة التي تضمنها مقترح اليون بحسب تعبيرهم نشرتنا متواصلة وفيها بعد فاصل مراقبو وموظفو وزارة المالية يعتصمون من أجل المطالبة بزيادة مراتباتهم وتوفير الرعاية الصحية لهم أسوة بباقي القطاعات الوظيفية في الدولة شورى مجاهدي درنا يعلن القبض على القيادي فيما يعرف بتنظيم الدولة مراد السبع في اشتباكات بحي شعبية غازي ويؤكد مقتل أحد عناصره وإصابة آخر في العملية اتفاق هدنة بين قبيلتي أزوية والتبو في الكفرة يقضي بوقف إطلاق النار وفتح المطار وبوابة السد الشمالية من قبل قوة محايدة من خارج الكفرة عدد من أعضاء مجلس النواب يرفضون نتائج الحوار السياسي ويؤكدون أنهم لن يخضلوا قوات عملية الكرامة ومجلس النواب يؤجل التصويت على حكومة الوفاق إلى الأسبوع المقبل دعت منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات دولة الإمارات إلى التحقيق الفوري مع عناصر أمن الدولة الذين يشتبهوا في تعذيبهم لمعتقلين من كندا وليبيا والولايات المتحدة في مراكز أمنية بالإمارات وقالت المنظمة أن المعتقلين الليبيين في الإمارات تعرضوا للضرب والإجبار على الوقوف والتهديد بالاغتصاب والقتل والصعق الكهربائي وأضافت المنظمة على لسان موديل قسم الشرق الأوسط جوستورك أن السلطات الإماراتية ترفض السماح بأي مساعدة قانونية للمحتجزين لديها نفى عضو المجلس البلدي أبو القاسم كرير إطلاق سراح عميد بلدية صبرات المكلف حسين الذوادي الذي أوقفته السلطات التونسية مساء السبت في مطار تونس قرطاج من جانب آخر أطلق أو أطلق سراح عشرات العمال التونسيين الذين احتجزوا فجر الثلاثاء في مدينة صبرات على خلفية توقيف السلطات التونسية رئيس المجلس البلدي المكلف للمدينة ونقلت وكالة رويترز عن عائلات تونسية قولها إن مجموعات مسلحة اختطفت عشرات تونسيين في صبرات للمطالبة بإطلاق سراح الذوادي ومرافق له قرر ديوان المحاسبة تجميد أرصدت الحسابات المصرفية لتسع وأربعين شركة ومائة وأربع شخصيات وذلك بسبب تورطهم في عمليات تهريب نقد أجنبي وتزوير مستندات رسمية وتهرب من دفع الرسوم الجمركية وجاء في القرار رقم ثلاثمائة وثمانية وتسعين للديوان إنه تم تجميد أرصدت حسابات مصرفية لست وعشرين شركة بسبب تورطها في عمليات تهريب نقد أجنبي وقيامها بتزوير مستندات رسمية كما شمل القرار تجميد أرصدت حسابات مصرفية لعشرين شركة تهربت من دفع الرسوم الجمركية كما أوقف الديوان التعامل مع ثمانية من مخلص الجمارك وأحالهم على النائب العام لقيامهم بتزوير عدد من الإقرارات الجمركية اعتصم عدد من مراقبي وموظفي وزارة المالية أمام مقر الوزارة في العاصمة طرابلس من أجل المطالبة بزيادة مرتباتهم وتوفير رعاية الصحية لهم أسوة بباقي القطاعات الوظيفية في الدولة وأكد عضو الفريق الإعلامي لوزارة المالية رضوان العربي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن اعتصامهم مفتوح إلى حين صدور قرار من قبل رئاسة الوزراء يقضي بتحقيق مطالبهم بحسب قوله في الدولة الليبية نعتبره ناس فنيين ولسنا سياسين احنا بعيدين على الأمور السياسية احنا ناس طلبنا بحقوقنا أسوة بباقي الجهات المماثلة لنا احنا ما طلبنا شيء إلا زيادة في المرتبات يعني من خلال الشكاوي اللي تجي على المراقب المالي ويقولوا أن المراقبين ماليين كذا وأن المراقبين مليا كذا احنا اضطرنا أن شني نوقف الوقف هذه الاحتجاجية ولا باشني يتم تصليح المسار متاع المراقب المالي احنا مصممين ان احنا الاعتصام هذا ومفتوح إلى حين توقيع قرارنا اعتمد وزير التخطيط بحكومة الانقاذ الوطني محمد القدار ما يزيد عن عشرين عقدا بقيمة مالية قدرت بمائة واربعة عشر مليون دينار لاستكمال مشاريع التنمية المتوقفة بجامعة طرابلس المشاريع بحسب الصفحة الرسمية لوزارة التخطيط وصلت نسبة الانجاز فيها إلى اكثر من سبعين في المائة وستشرع الشركات المختصة في تنفيذها خلال الاسابيع القادمة هذا واكد القدار عزم وزارة التخطيط استكمال عدد من المشاريع الاخرى في قطاعي التعليم والصحة بهدف تقديم افضل الخدمات للمواطنين بحسب تعبيره قال عضو المجلس البلدي بمدينة طبرق نوري دورمان انه تم التوصل لاتفاق مع السلطات المصرية يقضي بمنح تأشيرة لسكان المنطقة الشرقية الراغبين بالسفر عبر معبر السلم البري بعد ان كانت مقتصرة سابقا على مواليد بلديات طبرق ومساعد وبئر الاشهب واضف دورمان لقناة ليبيا لكل الاحرار ان السلطات المصرية وافقت مبدئيا على ان تحال اسماء الراغبين بالسفر برا الى مصر الى الجهات الامنية الليبية المختصة ثم تقوم بلدية طبرق بارسال الكشفات الى السلطات المصرية ليتم الموافقة عليها بحسب قوله حدد عدد من الخبراء الليبيين الاولويات السياسية لحكومة الوفاق الوطني والمتمثلة في الاصلاحات المالية وتعزيز النمو الاقتصادي والملكية الكاملة لانتاج النفط والعمل بسرعة لتخفيف معاناة المواطنين جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الامم المتحدة الانمائي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربية اسيا والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي كما عبر المشاركون عن املهم في ان تساعد مناقشتهم الحكومة الجديدة في رسم السياسات ووضع الاولويات للعديد من القضايا احتفلت دائرة الامم المتحدة للاعمال المتعلقة بالالغام والقسم الاستشاري للأسلحة والذخائر التابع لبعثة الدعم في ليبيا بتخرج خمسة عشر مشاركة ليبيا بينهم امرأة انتهوا من الدورة التدريبية للمسح غير التقني للليبيين العاملين في الاعمال المتعلقة بالالغام للاغراض الانسانية والاستجابة للطوارئ هذا وقد تم تصميم وتنفيذ الدورة التدريبية بهدف تعزيز قدرة الليبيين المشاركين في الاعمال المتعلقة بالالغام على تقييم الاخطار التي تشكلها الالغام والمتفجرات من مخلفات الحرب نتيجة لاستمرار النزاع المسلح الجديد بالذكر ان الدورة اقيمت في تونس واستمرت على مدار خمسة ايام بمساهمة كبيرة من الحكومة اليابانية قبل ختم هذه النشرة اليكم تذكيرا بعناوينها شورى مجاهدي درنة يعلن القبضة على القياد فيما يعرف بتنظيم الدولة مراد سبع في اشتباكات بحي شعبية غازي ويؤكد مقتل احد عناصره واصابة اخر في العملية اتفاق هدنة بين قابلتي ازوية والتبو في الكفرة يقضي بوقف اطلاق النار وفتح المطار بعد تأمينه من قبل قوة محايدة من خارج الكفرة عدد من اعضاء مجلس نواب يرفضون نتائج الحوار السياسي ويؤكدون انهم لن يخضلوا قوة عملية الكرامة ومجلس نواب يؤجل تصويت على حكومة الوفاق الى الاسبوع المقبل هذه نشرة انتهت دمتم في امان الله ورعايته اشتركوا في القناة